موسيقى مشاهدين أهلا بكم إلى هذه النشرة الاقتصادية من قناة الأخبار المغربية امفانتكات أكدت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرسمي نزه حيات يوم أمس أن الرسمال الاستثماري يعتبر آليات بديلة للتمويل تم إدراج تطويرها ضمن الأولويات الاستراتيجية للهيئة وأكدت سيد حيات على الدور المهم الذي يطلع به الرسمال الاستثماري في خلق بيئة مواتية للنمو الاقتصادي وأبرزت أن الرسمال الاستثماري يمكن من إنجاز مشاريع طموحة واستكشاف أسواق جديدة وتطوير تكنولوجيات حديثة وذلك من خلال دعم الشركات وتزويدها بالبوارد المالية وفي ذات الصياق فادت الهيئة المغربية للسوق الرسميل بأن اكتتابات الرسميل بلغت 33.546 مليار درهم عندما تم أبريل 2023 مقابل 21.254 مليار درهم خلال فترة ذاتها من السنة الماضية وأوضحت الهيئة أن هذه الاكتتابات همت إصدار سندات بقيمة 3.2 مليار درهم وإصدار سندات الدين القابلة للتداول بال30.346 مليار درهم وأشرت الهيئة إلى أنه خلال شهر أبريل فقط تجاوزت اكتتابات الرسميل 12.8 مليار درهم شملت 450 مليون درهم من إصدارات سندات الاقتراض و12.345 مليار درهم من إصدارات سندات الدين القابلة للتداول أعلن بنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية عن إطلاق تحويل البنكي الفوري ابتداء المفاتيح يونيو 2023 وذلك في إطار الأهداف الرامية لتحديث نظم الأداء وأوضح بلاغ المشاركة لبنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية أن خدمة الدفع الإلكترونية الجديدة هذه تخول لكل شخص تحويل الأموال في أقل من 20 ثانية من حسابه المفتوح في أحد البنوك إلى حساب آخر مفتوح في بنك مختلف أضاف البلاغ أن التحويل الفوري محدود في الفترة الانتقالية في مبلغ 20 ألف درهم وسيكون متاحاً بالمجان للزبناء الأفراد لمدة ثلاثة أشهر وبعد هذه المدة سيتم تحديد سعر هذه الخدمة وفقاً لتقدير كل بنك موضحاً أن هذه الخدمة متاحة 24 ساعة في اليوم وعلى مدار أيام الأسبوع بعد الانتعاش الذي ميز الفصل الأول من السنة والنمو القوي يعني عدد السياح الوافدين للمغرب أي أربعة ملايين سائح عندما تم أبريل وقد تسجيل منح تساعد لمعدلات الاسترجاع يأمل الفاعلون في قطاع السياحة في مواصلة هذا الزخم خلال موسم صيف 2023 ولا يتدخر مهني القطاع جهد لضمان نجاح هذا الموسم وذلك بهدف تعزيز رقم المعاملات وتقديم خدمات ذات جودة عالية للزبائن سواء المحليين أو الأجانب وتبدو أفاق قطاع السياحة واعدة خلال صيف هذه السنة نظر للنتائج الأخيرة التي حققها القطاع الذي يواصل انتعاشه القوي لتعويض الخسائر الناجمة على الأزمة المرتبطة بفيروس كورونا استقرت أسعار الذهب اليوم مدعومة بتراجع الدولار وظلت حبيثة نطاق ضيق في ظل تقييم المستثمرين للتوقعات المتعلقة بتحركات مجلس الاحتياطية الاتحادي القادمة بخصوص أسعار الفائدة بعد تصويت حاسم على اتفاق سقفيا الديني في الولايات المتحدة واستقرت أسعار الذهب في المعاملات الفورية عند 1963.49 دولار للوقية واستقرت العقود الأمريكية الآجرة للدهب عند 1963.10 دولارا نهاية النشر الاقتصادية لهذا اليوم نلتقي بعد قليل في موجه لأهم الأنباء إلى اللقاء